اشتركوا في القناة نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وللاطلاع الاهم ما دار خلال اجتماع مناقشة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2019-2022 معنا عبر الهاتف النائب الدكتور هشام العشيري عضو اللجنة البرلمانية لمناقشة برنامج عمل الحكومة سعدتنا بمساء الخير وبداية ما هي المحاور التي تم التطرق لها خلال الاجتماع مساء النور بداية طبعا نشكركم على هذا اللقاء اليوم تم عقد الاجتماع الاول اللي كان بحضور ومثلية الحكومة مع اللجنة البرلمانية لمراجعة برنامج عمل الحكومة اليوم كان استركي من قبل مدلع الحكومة على برنامج التوازن المالي وانعكاساته على برنامج عمل الحكومة حيث ان برنامج عمل الحكومة قدم هذا السنة بطريقة المحاور الاساسية المحاور بشكل عام الي راح تنعكس على الميزانية ان شاء الله اللي بيكون تطرح فيما بعد فاليوم كانت عادة وزير المالية عطى شرح وافي على برنامج التوازن المالي والمبادرات اللي قامت بها عن الحكومة ليحداث هذا التوازن المطلوب بين الإرادات والمصروفات نعم استاذ ما اهم ما تم الاتفاق عليها اليوم اليوم طبعا ما تان في اتفاق الاتفاق سيكون لاحقا ان شاء الله لان اليوم فقط تقديم مرئيات وراح يحقد استماع ثاني يوم الأربعاء القادم والاتفاق اللي تم اليوم الممثلين السلطة التشبيعية اللي هم السادة النواب راح يتمون مرئياتهم ايضا حول هذا البرنامج بالكامل برنامج هو عمل الحكومة طبعا وراح يقدم مجموعة من التفاؤلات اللي راح تفكر بدل النواب بعد هذا اللقاء اللي تم اليوم فيه فيئة انشفوية تم طرحها وما جصرها ولا هو مؤتي الحكومة اعجاب وعليها اتشافاتية وفيها سلطة راح تكتب ايضا بعد مراجعة المراجعات الختمة اليوم ويوم الأربعاء ان شاء الله راح يحضرون مرة تانية اللي هو فريق العمل الحكومي فريق الحكومي بالوزراء اللي الرد على التفاؤلات اللي راح تضغي راح تجمعها غدا وبعض غد للوصول الى نقطة التقاء ان شاء الله بين الفريقين نعم انها بالدكتور هشام العاشيري عضو اللجنة البرلمانية لمناقشات برنامج عامل الحكومة شكرا جزيلا